اهلا بكم من جديد اعلنت وزارة الدفاع الامريكية في بيان لها مقتل ابو الفرج المصري احد القاتل فارزين في جبهة فتح الشام بعد استهداف سيارته بطائرة بدون طيار في جسر الشغور بريف ادلب وقد ظهر المصري في التسجيل المصور الى جانب ابو محمد الجولاني اثناء الاعلان عن تغيير اسم جبهة النصر الى جبهة فتح الشام وفكر ارتباطها بالقاعدة الا ان ذلك لم يرفع اسم الجبهة عن لائحة الارهاب الامريكية التفاصيل الاول في تقرير لمحمد الدغم بسم الله الرحمن الرحيم جبهة فتح الشام او جبهة النصر سابقا تخسر قياديا جديدا بارزا في صفوفها ابو فرج المصري الذي كان على ميمنة امير جبهة فتح الشام ابو محمد الجولاني حين اعلن فكر ارتباط الجبهة عن تنظيم القاعدة دخل اسمه قائمة المستهدفين من قبل التحالف الدولي بعد قيام امريكا بتنفيذ غارة جوية استهدفت سيارته في جسر الشغور بريف ادلب في الثالث من شهر تشرين الاول اكتوبر واكدت وزارة الدفاع الامريكية في بيان لها استهداف المصري واسمه الحقيقي احمد سلام مبروك وهو من مواريد محافظة الجيزة في مصر وانتقل بعد الثورة المصرية في عام 2011 الى سوريا ويعتبر من ابرز شرعيين نصرة وظهر للعلن للمرة الاولى في اصدار ورثة المجد اغتيال المصري يشير الى ان واشنطن قد حسمت موقفها من جبهة فتح الشام وقيام الاخيرة بفك ارتباطها عن القاعدة لم يكن مقنعا على ما يبدو لدى الغرب خصوصا ان هذا الهجوم ليس الاول الذي يطال قيادات الجبهة حيث اختال التحالف الدولي قبل اسابيع ابو عمر سراقب القائد العسكري لجيش الفتح وما قبل فك الارتباط بين الجبهة وتنظيم القاعدة تم اغتيال ابو فراس السوري احد الاسماء البارزة وعد عن الاختيالات فقد ادى فك ارتباط فتح الشام بالقاعدة الى حصول انشقاقات في الجبهة ذاتها وهنا ثم تمانية تساءل عن اسباب استهداف امريكا لمن ايدوا فك ارتباطهم بالقاعدة وتركوا من عرض ذلك في مفارقة غريبة والملاحظ ان اغتيال ابو فرج المصري جاء متزامنا مع تعليق واشنطن لمباحثاتها مع موسكو بشأن سوريا نتيجة الخلافات المتراكمة بينهما خصوصا في مسألة فصل المعتدلين عن الارهابيين حسب التصنيف الامريكي الروسي واتهامات موسكو لواشنطن بالتحالف مع الارهاب ولعل امريكا ارادت بذلك ارسال رسالة لروسيا بان استهداف الارهاب يكون عبر عمليات نوعية دقيقة بعيدا عن القصف العشوائي الذي يدمر مدنا بالكامل كما تفعل روسيا اناقش هذا الملف مع مروان شحادة الخبير في شؤون الجماعات الاسلامية ضيف من العاصمة الاردنية عمان مساء الخير استاذ مروان وكذلك الدكتور عاطف عبد الجواد الاكديمي الوحيد السياسي ضيفي من واشنطن اهلا بك دكتور عاطف ابدأ معك استاذ مروان شحادة لا اعلم اذا كان لديك معلومات عن ابو الفرج المصري معلومات اكثر مما وردت في التقرير بالتأكيد بالتأكيد ابو الفرج المصري كان احد قيادات جماعة الجهاد الاسلامي ومن من تهم في قضية الجهاد الكبرى في مصر وكان ملازما ويعني لأحد قيادات الذين تم اعدامهم المتهم الرئيس بعد خالد الاسلامبولي محمد عبدالسلام فرج الذي تتلمذ على يديه ومن المعروف انه امضى حوالي سبع سنوات في السجن غادر بعدها الى افغانستان عام الثماني والثمانين وبقي ملازما لأيمن الظواهري وكان بالاضافة الى ابو خالد السوري هو احد ضباط الارتباط مع ايمن الظواهري في تنظيم القاعدة وطبعا كما معروف ايضا انه ابو الفرج المصري لم يشارك في فقه المراجعات بمعنى انه لم يشارك كسيد امام امير تنظيم الجهاد المصري السابق في كتاباته في موضوع المراجعات الفقهية لجماعات الجهاد سواء المصرية او غيرها في ليبيا وفي العديد من الدول التي خرج من السجون ولم يشارك ايضا في المبادرة التي اطلقتها ايضا لانه خرج من مصر قبل هذه المبادرات وهذه المراجعات يعني بالتالي ابو الفرج المصري انا اعتقد انه كان له دور بارز في جبهة النصرة في موضوع القضاء الشرعي وكان له بصمات واضحة في مسألة حل الخلافات مع الفصائل الاخرى نعم سأتي لهذه النقطة فقط احببنا انه ان نتحدث اكثر عن شخصية لتقرير للمشاهد حتى يمكننا بعد ذلك التفاصيل اكثر دكتور عاطف عبدالجواد اهلا بك ضيفي من واشنطن هناك من يقول بان التحالف الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الامريكية يقوم باختيال من قبل بفك الارتباط عن القاعدة في جبهة النصرة وجبهة فتح الشام اما من لم يقبل ذلك فهو الان حر طليب صحيح ام خطأ خطأ على الاقل من وجهة النظر الامريكية لان الولايات المتحدة لم تقتنع ولو دلحظة واحدة باي تغيير طرأ على جبهة النصرة لا تغيير الاسم لا تغيير الاستراتيجية لا تغيير الارتباط والدليل على ذلك اننا نجد ان ابو فرج المصري احمد مبروك هو نفسه كان قياديا في القاعدة كان على ارتباط وثيق بأسامة بن لادن وظهر الى جوار الجولاني وهو يعلن عن تغيير اسم وايديولوجية جبهة النصرة اذا هذه كلها ادلة مؤشرات على الاقل على انه من وجهة نظر الولايات المتحدة جبهة النصرة ما زالت القاعدة والولايات المتحدة لها تاريخ تموي كما تعلم مع القاعدة ولن يتغير هذا في اي وقت على المدى القصير ولا المتوسط طيب ماشي طب استاذ مرواني الآن السؤال الهم كيف سينحكس ذلك على جبهة فتح الشام اغتيال ابو الفرج المصري يعني في الواقع في الواقع يعني جبهة فتح الشام تواجه تحديات خطيرة وكبيرة بعد اعلان فك الارتباط مع تنظيم القاعدة وظهور ابو الفرج المصري وغياب الدكتور سامي العريدي وقيادات من الصف الاول سواء عسكرية وميدانية اخرى يعني يدلل على ان كما تفضل الدكتور بالفعل يعني ان ابو الفرج المصري له علاقة وثيقة مع عيمن الضواهري وهذه مباركة من تنظيم القاعدة المركزي في خطوة فك الارتباط هذه الدلالة الاولى ثانيا ان ابو الفرج المصري يحاول ان يسد مسد او مكان دكتور سامي العريدي اللي هو رئيس الهيئة الشرعية في جبهة النصرة او ما اعلن عنه جبهة فتح الشام وانا اعتقد ان هناك تغيرات اختفى من المشهد دكتور سامي العريدي وعلى ما يبدو بقيادات اخرى ربما تكون اردنية مثل ابو خديجة الاردني وكذلك ابو جولايبيب الذي اشتهر في الجبهة الجنوبية ثم في منطقة الساحل لهذه القيادات الثلاث يبدو انها غيبت نفسها عن المشهد بشكل متعمد لانها رافضة اسمح لي اسمح لي استاذ مروان فك الارتباط ماشي انها تتحدث بهذه الاسماء اللي لها باع طويل لها تاريخ مع القاعدة تتحدث وكأننا ندرك بان هذه الشخصيات لدى القاعدة هي اهم بكثير من الجولاني يعني الجولاني هو امير القاعدة واصغر سنا من بعض القيادات التي ذكرت يعني ابو فرج المصري قتل بالامس عن عمر يناهز ستين عاما ودكتور سامل العرايدي بالتأكيد في الخمسينات فهو اكبر سنا من ابو محمد الجولاني ولكن المسألة انه هناك خلافات حول فك الارتباط والتوجهات المقبلة على جبهة فتح الشام وانا اعتقد انه هناك اصرار للمجتمع الدولي سواء روسيا او الولايات المتحدة الامريكية لانه الاتفاق الروسي الامريكي السري بين قوسين الذي لم يعلن عن احد بنوده انه هو ملاحقة تنظيم او قيادات وعناصر جبهة فتح الشام والقضاء عليها واي فصيل يتعاون كما ذكر المبعوث الامريكي لسوريا في اجتماعه ورسالته لفصائل المعارضة السورية انه اي فصيل يتعاون مع جبهة فتح الشام او يقدم لها باي شكل من انواع المساعدة سيعتبر ايضا في تصديف الولايات المتحدة ارهابيا وسيتم استهدافه واستبعاده واقصاءه وتهميشه فبالتالي احد البنود الاخرى ايضا انه يريدوا من الفصائل المعارضة التي تسمى بالمعتدلة ادماجهم في قبول بشار الاسد رئيس بالانتخابات مقبلة بعد عام وكذلك ادماجهم في مؤسسات الدولة السورية للمرحلة لما تسمى بالقضاء على كل الفصائل التي تصنف ارهابية اذا انا اعتقد مقتل ابو الفرج المصري يأتي في سياق عملية تصفية جبهة فتح الشام سواء قيادات وعناصر وكذلك فاعلية لانه كما هو معروف انه اكبر فصيل او من اقوى الفصائل المعارضة ومناكفة للنظام السوري في المناطق الشمالية هي جبهة فتح الشام وانا اعتقد انه في حال تم تصفية جبهة فتح الشام وهذا ذكر الدكتور رامي الدلاتي في عدة مقابلات انه سيتم اضعاف المعارضة السورية المسلحة بشكل عام وسيتم فرق الشروط التي تريدها روسيا هذه نقطة لكن بالمقابل دكتور عبد الجواد هل نستطيع كأنه رد ميات المتحدة الامريكية على روسيا عندما قال ميات المتحدة الامريكية هي من تتواصل هي من تتحالف مع هذه القيادات في سوريا مع القاعدة في سوريا وإلا لماذا جاء متزامنا مع فك تعليق المفاوضات طبعا هناك رسالة وان كانت غير مباشرة لان مسألة استهداف مثلا ابو فرج المصري هي مسألة لا تتحكم بها لا تتحكم الاستخبارات الامريكية بالتحركات وانما سنحت الفرصة انه تواجد في سيارة رصدت هذه السيارة وصلت المعلومات الاستخباراتية في توقيت معين اذا لا يمكن الربط بصورة مباشرة بين الاجراء الامريكي اذا تعاون مع روسيا وبين مقتل ابو فرج المصري ولكن من جهة اخرى امريكية وضحة لروسيا وجاءت في توقيت مناسب وهي ان الولايات المتحدة ماضية قدما باستراتيجياتها لمكافحة الارهاب في سوريا في العراق في اي مكان اخر بغض النظر عن اي تعاون او غياب تعاون مع روسيا الاتفاقية الامريكية الروسية في اصلها كانت تدعو الى تنسيق استخباراتي وعسكري مشترك بين البلدين لمكافحة الارهاب لضرب تنظيمين بالتحديد هما داعش وجبهة النصرة الان ليس هناك اتفاق امريكي روسي بهذا الصدد والولايات المتحدة بهذا العمل تقول لروسيا وتقول العالم ايضا انها ماضية بمفردها في استراتيجيتها القائمة على استهداف زعمات داعش او جبهة النصرة طيب استاذ مروان الان السؤال الاهم طيب جبهة فتح الشام لم تستفيد اي شيء خصوصا من قبل الولايات المتحدة الامريكية وقوائم الارهاب من فك ارتباطها بالقاعدة طيب السؤال هل من الممكن ان نشهد تمدد لجبهة فتح الشام خارج سوريا انا لا اعتقد يعني منذ اعلان جبهة النصرة او جبهة فتح الشام يعني مؤخرا فك ارتباطها بتنظيم القاعدة هو ابو محمد الجلاني حاول في هذا الفك الارتباط ان يوصل رسالة للعالم انه حركة اسلامية وطنية شأنها شأن سوري يتدخل في الشأن السوري فقط وانا اعتقد انه وضعوا جبهة النصرة في خيارات صعبة لانه كما هو معروف انه هو حاول ان يسد ذرائع التي تتعلق في استهدافه على اعتبار انه لديه علاقة مع جماعة ارهابية هي تنظيم القاعدة وحاول التملص من الذريعة التي تستخدمها الولايات المتحدة والنظام السوري وروسيا في انه هو حركة ارهابية وفي هذا الهروب الى فك الارتباط انا اعتقد انه لم يقنع الولايات المتحدة الامريكية ولم يقنع النظام السوري ولا حلفاء الروس والايرانيون لان المرحلة المقبلة كما قلت لك هي اضعاف المعارضة السورية وتقسيم سوريا وكذلك الابقاء على المناطق التي يسيطر عليها النظام واعوانه سواء الحرس الثوري الايراني او الميليشيات الشيعية وحزب الله كما هي عليه واللاجئين الذين نزحوا داخليا يبقوا في الاماكن التي نزحوا اليها اذا المخطط الجديد يعني في تقسيم سوريا اعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية وان صرحت بانها لا تريد مفاوضات وتقطع المفاوضات اعتقد ان الولايات المتحدة غير مكترثة بمعالات الازمة السورية الى حد كبير وهي تركز الان جهودها على بحر الصين والى اسيا ومناطق اخرى في العالم اكثر اهمية بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية وهذا ما بدأ جليا اليوم وكما هو محروف نعم هذا ما بدأ اعتد المقاطع هذا ما بدأ جليا اليوم بالتصريحات الامريكية حيالة سوريا والبحث عن ست احتمالات ولا اي احتمال يكون احتمال عسكري انتهى وقتي شكرا لك استاذ مروان شحادة الخبير في شوني جماعات لمي ضيف من العاصمة الاردنية عمان شكرا لك دكتور عاطف عبدالجواد الاكاديون بحث سياسي ضيفي من واشنطن شكرا لكم ايها الافاضل هلقاكم مطلع الاسبوع المغفل دمكم بخير السلام عليكم اشتركوا في القناة